اشتركوا في القناة خربطة بسيطة هي اخر ثلاث ابراج انا بدل ما احكي عن برج الجدي حكيت الدلو وحكيت عنه انه الجدي وحكيت عن الحوت فانا ما حكيت عن الجدي فعليا يعني حكيت الجدي وحكيت اللي بتعلق في برج الدلو للجدي حكيت للحوت وهذا سبب انه انا بحكي ارتجالي ما بكتب نوت او ما بكون اقرأ فبكون اعد على اصابعي فخربطت انا في القراءة هاي من السيئات انه انا بحب الارتجالي اكثر من الكتابي وهاي سيئة لانه كثير بصير فيها اخطاء او في بعض الاوقات ممكن اسهى فعشان هيك اليوم راح نعدلها ولكن في التوقعات اليومية لما منحكي عن الزوايا راح ارجع عيد اذكر تأثيرات الكسوف على جميع الابراج بالترتيب كتبتها نوت على اساس اني انا ما اخربط فيها ان شاء الله تعالى فياريت انكو تعذروني طيب خلينا زي ما احنا متعودين نجاوب على بعض الاسئلة في سؤال انا جاوبت عليه لكن انه ممكن اني ما اعطيته حقه بالكامل فانفهم بشيء اخر لانه يعني كان فيه التباس فهي معلومات الزيادة برضو بتضيفوها على المعلومات اللي انا حكيت لكم اياها هو سؤال عن موضوع اللي مثلا برجه في هاي البلد مش كويس لو راح سافر لبلد ثانية بصير احسن يعني بتغير ممكن انه نغير نحوسة الشخص بتغيير مكان الاقامة فانا طبعا قلت لا لانه اساسا في كل بلد بتلاقي جميع الابراج كلها متجانسة او تشتغل فما فيه ضرر عليهم بعض الاشخاص بصير عليهم بعض الضغوطات الان انا راح اشرح الجانب اللي هو اللي بده يسافر يعني الاشخاص اللي بتفكر بالسفر او بدها تسافر او بدها تهاجر او بتفكر انها تبحث عن حضوضها في الدول اه تبحث عن ايش تحديدا اول شيء في عملية حسابية وهي اه قديمة اه كانوا يستخدموها للسفر لما بيجي شخص بده يسافر من دولة للدولة فبيجي بحسب هو برجه وبشوف برج الدولة هاي اه طيب بده يجي شخص يقول لي ليش هي الدول لها برج طبعا كل دولة لها برج في القديم كان في اه برج احنا بناخذه على حسب المدارات يعني المدارات اللي هي على الخارطة الفلكية مش بتشوفو او اللي درسو كانوا يشوفو في مدارات مدار السرطان مدار الجدي مدار هاي المدارات اللي على الكرة الارضية احنا كنا ناخذ كل اللي بيجي مثلا اخذ برج السرطان نعتبر هاي البلدان كلها برج السرطان اللي بتيجي على مدار على مدار الجدي هي الجدي ماشي هذه كانت قديما يبل ما يكون لدول تقسيمات ويبل ما يكون لدول هاي اعياد وطنية الان صارت الامور احنا كمحترفين فلك مناخذ الحسابين يعني مناخذ الحساب على المدار ومناخذ الحساب على حسب اللي هي تاريخ تأسيس الدولة كل دولة عيد استقلالها هو تاريخ ميلادها يعني يعتبر هو برج الدولة هاي يعني مثلا الاردن تاريخ ميلادها او تاريخ الاستقلال تبعها بيخليها برج الجوزاء لو اجينا على دول اخرى منلاقي في دول عذراء في دول عقرب في دول يعني برج لها تاريخ تأسيسها او استقلالها يعتبر برج هاي الدولة فانتي بتيجي بتشوفها كشخص يعني انا مثلا لأسد باجي بتطلع انه الجوزاء طب علاقة الأسد والجوزاء يعني متجانسة في توافق ما بينها وتعتبر هي بيت العلاقات والاصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية في تجانس ما بينه وبينها طيب بالنسبة لأشخاص ثانيا بيجي مثلا بكون هو مثلا سرطان وبتكون البلد مثلا في الأردن بالنسبة له هي الجوزاء بيت متاعبه فبشعر في نوع من أنواع الضغط بشعر انه مش كل الأمور بتمشي معه بسهولة بده يتعب لحديد ما انه يحقق انجازاته او التزاماته او اعماله كل اشي بكون في نوع من أنواع الصعوبة هذا بسبب انه هي بيت المتاعب ولكن بتمشي عند الأغلب بتمشي وخصوصا طالعهم وقمرهم وإلى ما لنهاية فلما بيجي شخص مثلا بده يسافر لنفترض انه شخص برج العقرب واجه بده يسافر على بلد زي أمريكا أمريكا برجها السرطان طيب بالنسبة للعقرب والسرطان بيجتمعوا مع بعض يعني في تجانس ما بينهم إذن هذا البلد بالنسبة لهم يعني بيكون فيه نوع من أنواع التوافق ما بينهم تفتح له مجالات بالعلاقات الخارجية بالدراسة بالتعليم بالأعمال والأعمال النهاية يعني كل بلد أنت بده يسافر عليها الشخص يحاول أنه يعمل سيرتش بسيط كأنه شو تاريخ استقلالها بعرف هو شو برجها من معرفته لبرجها خلص بعرف هي بتتوافق معها ولا ما بتتوافق معها هاي أبسط طريقة أما مبدأ إنه إذا أنا نسكر الدنيا في وجهي فبنصحك تروح على أستراليا لأنه تطرد نحوس الكوكب لا لا هذا ضحك على اللحة اسمه يعني أنا بدي أضحك عليك أجيب لك هيها بطريقة ثانية فبعرف أنا الدول هاي أو بعرف أنا تاريخ الميلاد بقول لك لا أنت رزق إليك في الأردن ما إلك أنت أساسا عشان تطرد النحوس هاي لازم أعمل خارطة فلكية وشوف لك أنت بتجانس مع أي دول وطول لك يهو قصرها عشان في النهاية بعد يومين من التعب اللي أنا رح أتعب وأنا أحسب عشان أجي أقول لك تعرف لاحظت أنه أنت تتوافق توافق تهم مع أستراليا طب ما هي أحسبها أنت بتشوف أنه تتوافق معك أو ما بتتوافق معك يعني مش بحاجة لفلكي أنه يعمل لك بس حبيت أني أوضح النقطة هاي على أساس أنه يعني الكل يستفيد منها برضو أو بتصير معلومة برضو مضافة عند الأشخاص سؤال آخر بالنسبة لعلم الطاقة بنشوف على الجسد أو على الطاقة أو مسادر الطاقة أو مراكز الطاقة في جسد الإنسان أو إسقاطات الطاقة في جسد الإنسان اللي هي مقسمة ما بين الصدر ما بين الرأس الجبهة وما بين الحلق ما بين القلب منطقة الصرة منطقة العاني منطقة يعني تقسيماتها بقول في شخص بسأل بقول هل إلها علاقة بالكواكب زي ما هم بحطوا عليها طبعا إلها علاقة بالكواكب وهاي لما حكينا احنا عن الامراض اللي بتصيب البني ادم لو لاحظت عليها بتلاقي انه الكواكب يعني البرج برج الشخص هذا فيه له كوكب حاكم لاله يعني مثلا لو اجينا للحمل منلاقي المريخ حاكم لاله لو اجينا للسرطان منلاقي القمر حاكم لاله الاسد الشمس حاكم لاله فلما تيجي انت تشوف هاي الكواكب الموزعة فبتلاقي انه الشمس مكانها الاسد لانها لها علاقة بالصدر هي بتشير على القلب بتلاقي المريخ اللي علاقة بالجهاز التناسلي اللي علاقة بالحمل وعلاقة بالعقرب فعشان هيك العقرب حكينا المذاكير اللي هي الجهاز التناسلي او البطن او المسالك البولية فبتلاقي انه المريخ هاي لها ترابط في هاي الامور اخدوها من علم الفلك واضافوها لموضوع الطاقة على اساس انه يربطوا ما بين اضعف نقاط القوة واقوى نقاط القوة يعني نوع من انواع دمجها على اساس انه يستفيدوا في عملية شحن الطاقة او عملية التركيز الطاقي او الامور هاي طبعا برضو في نصابين في هاي الامور فما يغرقوا البهرجات اللي بحكوها عن هاي الامور وانه بشحنها والحجر الكريم الفلاني لما بحطوا على المكان ومش عارف ايش يعني كلها برضو مأخوذة من علم الفلك يعني الفيروز الو علاقة بالعقرب مثلا بنحط على المنطقة اللي هي التناسلية وهو فعليا لو تحطه باصبعك هو اعطى اساسا لانه في اعصاب رابطة ما بين الكفة اليد يعني كفة اليد بتحكي عن كل الجسم وكفة القدم تحكي عن كل الجسم فلو وضعته في يدك انت بتحمي حالك من هذا التعب لو اجيت على الزمرد لو اجيت على اي حجر كريم الو علاقة في شحن جزء طاقي من الجسم اللي بكون فاقده بس هاي حبيت برضو اوضح هاي النقطة في سؤال برضو توجهنا اه الو علاقة بالقمر الاسود او هالة القمر الاسود ورأس التنين وذيل التنين او الرأس والذيل او اللي هو النقطة الشمالية او اه يعني هذي اه الها علاقة اه السؤال انه هل هاي الامور الها تأثيرات في الخرطة الفلكية طبعا الها تأثيرات صحيح هي نقاط وهمية ولكن الها معنى والها شرح والها تفسيرات والها دلالات بنوخذ فيها بنوخذ انه دائما الرأس هو للإيجابي والذيل بعطي ايجابي وبعطي سلبي اه القمر الاسود اللي احنا اساسا من خلاله من حد دخلوه المسار وإلوه تأثيرات برضو وجوده في الخرطة الفلكية فعني اجي اجاوب عليه بمختصر ما بوزبط لازم انا اشرح ايش التأثيرات الايجابية وايش التأثيرات السلبية وحتى تواجدها في البرج او تواجدها في البيوت لها معاني ففي اسئلة يعني هاي بتطلب انه لما نيجي نعمل حلقات تعليمية ان شاء الله تعالى ونشرح عن هاي الامور يعني بتكون اوضح هي وفي اشياء لها علاقة بالبرج الحاكم والبرج المستولي او الكوكب المستولي الكوكب المزدلف يعني هاي اشياء شوي عميقة او لها عمق معين في علم الفلك لها شرح مفصل وكيف تستخرجها سهم السعادة سهم السعادة سهم الحظ سهم الحب هاي كلها لها دلالاتها وإلها طرق استخراج وإلها معادلات في برامج بتيجي جاهزة اساسا بتحسبها وفي اشياء تضطر انت اذا ما كان عندك البرنامج تحسبها يدويا ما بحد بقدر ينكرها حتى انا لما اجيت حكيت عن الطالع السنوي في بعض الاشخاص بقى راسلوني على الخاص انه يعني حتى الاجانب بيحكوا عن الطالع السنوي الطالع السنوي انا ما بنكره انا بحكي انه في اشي اسمه طالع سنوي ولكن الطالع السنوي هذا ما بنحكي من ضمن توقعات لا يومية ولا شهرية ولا اسبوعية للعموم هذا بنحكى لشخص لما انا باجي بحسب له على كل الحسابات الفلكية وعلى خارطه الفلكية وبحاول اني انا افسر له اياها وابحث عن اشياء دقيقة باجي بستخدم هذا الشيء ولكن مش دائما وابحث عن هذا الشيء باعطيني المعنى الصحيح او باعطيني الدلال الصحيحة فاستغلت من بعض الاشخاص واصبحوا يغنوا ويتغنوا فيها على انه هو الوحيد اللي بيعرف في هذا الموضوع وصاروا يستغلوا الناس فيها وما بعطوهم لا جواب ولا بيعالجوا الموضوع وبنط في النهاية بقول له سحر وانحست الكواكب وحجر كريم وطلسم وآيات قرآن وادعية معينة بدي أعطيك إياها وبدك تغير اللون اللي بتلبسه ونصائح انك تعمل كذا وكذا وبيصير يعطيه مئة ألف حل بكون صعبات انك انت تطبقهن وهدول بكون منفذ له لانه هدول مخرج في النهاية انت لما تيجي تقول ما بتقدر تقول عنه نصاب لانه في النهاية بدي يجي يقول انا والله انا قلتلك انك اعمل كذا 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 وبعدلك عشرين شغلة بس انت ما عملت الحق عليك انت انا بالنسبة لي ما قصرت ما هو هاي اللي انت طلبتها تعجيزية فانا ما رح اقدر اعملها فعشان هيك اذا بدي اعملها انا يعني بدأ اضيع حياتي وبرضو في النهاية ما رح تزبط معي ورح ارجع لك ورح تطلع لي اعذار ثانية عشان انت تنفي انك انت الغلطان وانه طلعي الغلط من عندي زي اللي بيجي والله جارك اختلفت نيتو طب شو دخل جاري في موضوعي انا قللك مهام هو جارك هاي الذبذب وطاقته وبتوصلك ومش عارف ايش وهو اساسا بنظر لك منظور مش مزبوط يعني في النهاية بده ينصب عليك بده ينصب عليك وبده يطلع غلطان بده يطلع غلطان خلينا نروح للتوقعات اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الخميس عشرة حزيران القمر ما زال موجود في برج الجوزاء اليوم رح يصير في خلو مسار وبرضو في نفس اللحظة اليوم رح يتشكل الكسوف في ساعات ما قبل الظهر القمر الان موجود في منزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس اللي هو عشرة ستة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر موجود في برج الجوزاء وحكينا انه في هاي الفترة احنا بنكتسب من صفات هذا البرج ففي هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعبر ملحوظ في حياتنا اليومية اللي هو الحركة والنشاط بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة قال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكر اليوم فهي اول زاوية هي زاوية اقتران القمر مع الشمس يعني هي لحظة الكسوف الحلقي اللي بده يصير اليوم وهاي رح تكون الساعة 10 و 52 دقيقة قبل الظهر بتوقيت جريرنج طبيعة الزاوية هاي اللي هي الاقتران انه منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندي والدعم من الاصدقاء بنتجه لتغليب العقل بنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا ولكن انه شوي التركيز عنا بقل من تأثير الكسوف وحكينا انه الكسوف هو امر سلبي في هاي الفترة بنشعر بالضغط بنال من قوتنا من شخصيتنا بنفقد السيطرة على عواطفنا وبنلاحظ انه الطيور والاسماك يعني بتفقد اتجاهاتها بصير فيه نوع من انواع البلبلة عند حدوث الكسوف او وقوع الكسوف بيفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام او الابتعاد عن اي التزام والامتناع عن شراء حاجية ثمينة كما انه في هاي الفترة بنصبح اكثر عرضة للمرض عشان هيك علينا تجنب اجراء عمليات جراحية الحذر اكثر من الادوات الحادة والكحوليات لانه بكون مفيش تركيز فترة الكسوف غير مناسبة للمنافسات في المبارايات الرياضية بيزول تأثير الكسوف او سلبية الكسوف على الجميع بعد مرور ثلاث ايام وحكينا انه اكثر المتضررين هم موليد تسعة وعشرة وحداعش ستة من اي سنة اللي هم من موليد برج الجوزة اللي هو موليد الشهر السادس زي ما حكينا اللي هم موليد يوم تسعة وعشرة وحداعش اهم تأثيرات الكسوف على جميع الابراج الحمل بالسفر داخل المدن بدهم يديروا بالهم اثناء قيادة السيارة العلاقة ما بينهم بين الاخوة بين الجيران ما بده يعصب بده يمسك عصابه قدر الامكان لانه شوي عصبيته بتكون في اوجهة وبعض الاوقات بيكون متسرع في اتخاذ القرارات او في كلامه بالنسبة لموليد برج الثور عن ناحية المالية المصريف والالتزامات الدفعات بده يدير باله برضه من النصابين والمحتالين ومن اشخاص ممكن انهم يستغلوهم او يستغلوا طيبتهم وكرمهم اما بالنسبة لموليد برج الجوزاء بدهم يديروا بالهم بدهم يحافظوا على سمعتهم وانجازاتهم القائمة في مجال العمل لانه هم اكثر المتضررين بدهم ينتبهوا الاعمالهم بدهم يركزوا يبعدوا عن العصبية ويبعدوا عن التصرف الطائش اما بالنسبة للسرطان التعامل مع المؤسسات الكبيرة والشركات المطاعم السجون اللي بيشتغلوا بشركات او مع رؤساءهم بالعمل بدهم ينتبهوا بدهم يحافظوا على سمعتهم اما بالنسبة للأسد النشاطات الاجتماعية والصداقات وبدهم يمتنعوا عن فرض سلطتهم على اصدقائهم او التحكم في اصدقائهم اما بالنسبة للعذراء هاي بتركز على المركز الاجتماعي والعلاقة مع المسؤولين وبمكان عملهم بدهم يديروا بالهم من اي سوء تفاهم او حد يشوه سمعتهم او يتصرف هم بطريقة انه يعني ينحط عليهم نقاط معينة او يشوهوا سمعتهم في هاي الفترة بالنسبة لموليد برج الميزان في السفر والاتصالات البعيدة اذا بدهم يسافروا وينتبهوا اثناء القيادة يتفقدوا امتعتهم اوراقهم كل شيء بيلزم للسفر او لحجزاتهم حتى وبرضو اللي عندهم دراسة او امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد والامور القضائية بدهم يكونوا مجهزين اوراقهم بشكل كامل بالنسبة للعقرب على الاموال المشتركة بدهم يديروا بالهم من الامور اللي تعتبر فيها الاموال مش ملكك او ملك خاص اليك هي مشتركة ما بينك وبين اشخاص او مؤسسات زي بنوك ضريبة تامين قروض مواريث هاي كلها بدكوا تنتبهوا على هاي الاموال وبرضو من النصابين والمحتالين وما تكفلوا حد اما بالنسبة لبرج القوس بالشراكة المالية والعاطفية وما بينك وبين الازواج بدكوا تنتبهوا من الحدية او العصبية او فرض الرأي او خلافات ما بينك وبين ازواجكم او شركاءكم في العمل بالنسبة لموليد برج الجدي هنا هدولة بدهم يديروا بالهم على مسألتين مسألة اللي بتتعلق بالصحة من تعب صحي او جسدي اذا شعروا باي شيء غير اعتيادي يراجعوا الطبيب وبرضوا على العمل وانجاز اعمالهم وعلاقتهم مع زملائهم بالعمل بالنسبة لموليد برج الدلو العلاقة مع الاحباء او مع الابناء او حتى علاقتهم مع المقربين لا الهم لا سيما اولادهم فعشان هيك بدهم يديروا بالهم من مشاحنات او انتهاء علاقة عاطفية بشكل مفاجئ وخصوصا اذا كانت غير مستقرة بسبب الشك او الغيرة او حتى الفرض الرأي بالنسبة لموليد برج الحوت على الامور البيتية والعقارية والعائلية بتتركز الامور فممكن يصير حدث عائلي او منزلي او اسري او مثلا فرض وجهة نظر بتعدوا عن المشتريات العلاقة بالأثاث او تصلحات منزلية بالفترة هاي الحديث ثلاث ايام من اتجاوز تأثيرات الكسوف اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و36 دقيقة ظهرا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و37 دقيقة مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار فخلو المسار بيبدأ الساعة 5 و37 دقيقة مساء وبيستمر وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى يوم الجمعة حتى تمام الساعة 7 و22 دقيقة صباحا هذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر بما أنه بجهز حاله للانتقال للسرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 13 6 رح يبدأ فيه تمام الساعة 11 و15 دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و22 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الأسد أما بالنسب لعمر القمر طبعا الآن القمر هو 29 يوم اليوم رح ينولد هلال له القمر الجديد فيه تمام ساعة 22 و19 دقيقة صباحا بيصبح 30 يوم وبيبدأ بيوم 1 الشهر لأنه زي ما حكينا له ساعة الكسوف هي ساعة الولادة بالنسب للقمر فبيصير نسبة الإضاءة صفر أما بالنسب إلى مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 6 اليوم طبعا مزاجها سعيد بنسبة 100% إلا أنه فترة الكسوف بتنزل للصفر مباشرة أما بالنسبة للقمر في الجوزاء بينتقل للسرطان حتى يوم 13 6 رح يبضل في السرطان هو سعيد الآن بنسبة 60% وقت الكسوف بنزل للصفر بالمية أما بالنسب لعطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 22 6 منتحس بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم 27 6 سعيد بنسبة 60% المريخ في السرطان حتى يوم 11 6 بدأ بعملية الانتحاس لأنه بجهز حال للانتقال فعشان هيك منعتبره منتحس أما بالنسبة للمشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 10 منتحس بنسبة 40% وراء نصف الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع نيبتون في الحوت عفوا لغاية 25 6 سعيد بنسبة 15% ابلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بظل الأمور اللي هي نشاط بالحركة وعندكو اتصالات عندكو تنقلات كثيرة ولكن بتكنت انتبهوا اثناء قيدة السيارة اثناء اتصالات من العصبية اليوم ممكن تطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسوليات على انواعها اهم اشي انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك يعني في ساعات انتهاء ما قبل الكسوف وما بعد الكسوف شرط التحلي بالليوني والدبلوماسي في التفاوض وبتكثر عندكم الزيارات والتناقلات برج الثور بتنهمكو في ضبط ميزانيتكو ولكن بدكو تتجنبوا اليوم النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف بتتعلق بتصليحات او لا استحقاقات مالية اهم اشي انكو تتجنبوا نزوات التسوق هذا اليوم حاذروا من تهديد الاستقرار المالي والتقلبات بتنشغلوا بمسائل مالية ومتنوعة ولكن بتكديروا بالكو من النصابين والمحتالين والبذخ والصرف بدون حساب وبرضو من كفالة احد الاشخاص برج الجوزة طبعا بما انه الكسوف اليوم رح يكون موجود عندكو فرغم انه انتو عندكو قدرة على موجهة مشاغلكم الا انه بتطلب اليوم منكم تركيز عالي ممكن تلمس انفراج بسيط وترتفع المعنويات عندك بشكل ملحوظ ولكن ممكن تواجه واقع يعني شوي يكون صعب عليك ولكن حاول انك انت يعني تكون عزيمتك اقوى ممكن تتلقى جواب خلال هاي الفترة وتتوضح لك بعض الامور اهم اشي انه بانتظارك لقاء او مرحلة جديدة تتوضح في ساعات العصر وما بعد برج السرطان بينال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي اهم مش انكم تضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل بتكن تنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الاجواء الصاخبة والمشحون بالانفعالات حاول انك تغل قصة من الراحة لانه ممكن تعيش اليوم لحظات صعبة وضاغطة عليك بسبب اول اشي تواجد القمر في بيت المتاعب وايضا بسبب الكسوف الموجود في بيت المتاعب وتراجع طارد في بيت المتاعب فعشان هيك بتكون ديروا بالك من الفشل والالتباس او الالتباسات او التراجع الصحي مرج الاسد بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الاصدقاء ولكن اهم امر لا تفرضوا رأيكم على اصدقائكم او احبائكم خلال هذا اليوم هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم ممكن انك ما تقدر تنجز عملك بشكل كامل دون مساعدة احدهم حاول انك تستشير اهل الاختصاص ممكن تطمئن مخاوفك او تطمئن ببعض الامور ولكن دك تدير بالك انه برضو في خلو مسار والقمر بده ينتقل لبيت متاعبك فحاول قدر الامكان تنجز اعمالك وما تأجلها برج العذراء حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل اهم شي انك تقدم افضل شي عندك خلال الفترة هاي لانه ممكن انك انت تحرس تقدم او انجاز معين اه كون على قدر المسئولية ما تتردد بطلب رأي او مساعدة احدهم اهم شي انك تحط او تدع خجلك جانبا او تدع خجلك جانبا وعبر عن اراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص وتوجيه الانتقادات برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بده يستعد بشكل جيد وهاي فترة حافلة بالنشاطات حاول انك تبحث عن الحلول اللي بترضي الاخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر عندك الانشغلات الادارية حاضروا من المتاعب الصحية بالفترة هاي برضو ممكن يكون عندك نوع من انواع الاهتمام لموضيع سفر او تنقلات او اتصالات خارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد حاول تهتم فيها ولكن زي ما حكينا اتفقد اوراقك اذا كان عندك سفر وحجوزاتك برج العقرب ادخلوا بتعديل المطلوب على اموركم المالي المشترك اليوم سارع لترتيب اوراقك ملفاتك ممكن تحتاج لخبرة احدهم لانقاذك من ورطة اهم اشي انك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك وما ترهق نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الاخطاء اليوم ممكن تشعر ببعض التعب الصحي او الجسدي او احد الاحباء يعني يكون مقلقك او مهتم بوضعه الصحي بشكل كبير برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او في العاطفي الامر العاطفية هي اللي اليوم بتنصب عليكم هي الحضوض انسوها اليوم حض ما فيه اهم اشي انه تنتبهوا من سوء تفاهم او خلافات او نقاشات او حوارات ما بينكم وبين شركائكم بينكم وبين ازواجكم هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم المسؤوليات القمر مقابلك تماما وهذا الاشي الان هو والشمس وبرضو ضغط الكواكب تواجدها الكسوف تراجع طارد هذا كله بضغط فالعلاقات الضعيفة عرضة الانفصال بالفترة هاي فبتكونوا حذرين جدا ممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة وممكن تعاكسك الظروف وتضطر او تظهر معاكسات كبيرة صعبة جدا اهمش انك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر برج الجدي طبعا اليوم بتكون تتمموا الاعمال اللي مو كليلا لكم بتكون تهتموا باعمالكم وتنتبهوا لصحتكم حاضروا من التراجع الصحي باكروا لعمالكم حاول انك تترك مساحة للغير للتحرك ما تحاول تقيد احد او تتحكم بالاشخاص اللي بيعملوا معاك تحديدا باستطاعتك حسم الامور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة ولكن حاول انك تدرسها عشان الكسوف ما يغرر فيك حاول انك تكون مستعد برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم اليوم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الاجواء عندكم نسبيا ولكن من عندي بسبب الكسوف وتراجع طارد بقول لك يعني ما تعتمد على الحظ حتى لو كان في بصيص امل نوع من الحظوظ انا بقول لك ما تعتمد عليه لانه هدولاك ممكن يغرروا فيك ممكن تعيش اليوم اشياء ايجابية بالحبيب او الاولاد او احد الوالدين ممكن يفاجأك احدهم بالوقوف لجانبك اهم اشي انك انت ما تتمرد وما تقذيه بالكلام برج الحوت بتنهمكو بامور الها صلة بالبيت والعائلة بتخصص وقت مهم لعائلتك لشؤونك الخاصة اهم اشي انك ما تتصرع في الحكم على الامور وعلى الاشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم او شك او التباس معين او مشكلة على مستوى البيت او عطل في اجهزة البيت او ممكن انه خلاف او سوء تفاهم او اجتماع عائل طارق طبعا كلمة يصيب معك واحدة او تنتين او كل الامور اللي انا بحكي فيها فالاوهاي هي خيارات عشان هيك بدك تنتبه لكل شيء العلاقة بالبيت والعائلة خلال هذا اليوم هيك من تهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء